هكذا تبدو الصورة من الأعالي هنا في منطقة كوريب جودي 35 في أقصى شمال البلاد منطقة ذا عصيتها في السنوات الأخيرة وتميزت بالتنقيب العشوائي عن الذهب هذا المعدن الثمين الذي بدأ يجتذب عشرات الآلاف من المواطنين والرعاية الأجانب فقبل عام كان المشهد أسويا وفوضويا بهذا الشكل عندما كانت منطقة كوريب جودي بعيدة عن رقابة الحكومة وأكادت تفلت من قبضتها وسيطرتها الأمر الذي دفع برئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد دريس دي بيتنو بالنزول شخصيا إلى الميدان واتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات الأمنية والإدارية لبسط سلطة الدولة على هذه المواقع وتقنين عملية التنقيب عن الذهب فيها كان ذلك في شهر يونيو من العام الماضي واليوم بعد مرور عام ونيف على المنطقة وبفضل تلك القرارات الحازمة استعادت منطقة كوريب جودي نشاطها التعديني ولكن هذه المرة ضمن إطار الشرعية حيث عادت الأمور إلى طبيعتها وصارت منطقة كوريب جودي 35 تضج بالحياة من جديد من خلال عمليات التنقيب المقنني في ظل وضع أمني مستتبى ورواج للأنشطة التجارية والمهنية المختلفة الحمد لله سي شكاليب والأمل كويس وأمني كله الحمد لله من جيرك شوش الشنكي ماشيكنا المنجمنا والله ما شاء الله ما شهر مستغير وربما يكون لقدام دمج يمش كويس وربما يكونوا كون مدينة تنظر كان جاي للأمل كله يجل مية بالمية لا يخاف من شيء من يوم كله داخل البلد التشار في سودان في الدول المجاورة كوريو كويس أمني مفي الناس كلهم كويسين الحمد لله ما في حاجة والله التعام الكويس أنا جيت شهر 12 شهر 12 يهجي من سودان يهجي السبعة هنا يهجي فتاة دكان دي هسا قاعد فيه ستة ولا سبعة شهر الحمد لله ناس كويسين مشاكل ما في ناس مستغرين بلد تمام الحمد لله ما في حاجة وحرصا منه على الوقوف على واقع المنطقة وما شهدته من استثباب أمني بفضل إنشاء مناطق العمليات العسكرية الخاصة وتدخل وزارتي المناجم والمالية لتنظيم عمليات التنقيب عن الذهب فقد وصل رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد دريس دي بيتنو إلى منطقة كوريبو جدي 35 وذلك في إطار الزيارة الثانية له للمنطقة ولد وصوله إلى مشارف كوريبو جدي 35 حظي باستقبال من قبل قائد منطقة العمليات العسكرية الخاصة في كوريبو جدي 35 الجنرال أليف ودي محاطا بعدد من الضبات وفور وصوله إلى القاعدة العسكرية في كوريبو جدي 35 عقد رئيس الجمهورية جلسة عمل مع قائد منطقة العمليات العسكرية الخاصة الجنرال أليف ودي حيث بحث معه الوضع الأمني مؤكدا حرصه والتزامه بضمان أمن الأفراد وحفظ ممتلكاتهم في هذه المنطقة وفي جميع ربوع البلاد دخول الشركة الوطنية للتعدين والمراقبة على الخط عقب القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية ساهم في تنظيم هذا القطاع ودعم الاقتصاد الوطني وقد قام رئيس الجمهورية خلال تواجده بكوريبو جدي 35 بتفقد مقر الشركة الوطنية للتعدين والمراقبة حيث عقد مع المدير العام للشركة الجنرال عبد الكريم شرف الدين محمد جلسة عمل تركزت حول تنفيذ وتطبيق القرارات الخاصة بتنظيم عمليات التنقيب عن الذهب في المنطقة مستعينا بخرائط المنطقة شرح المدير العام للشركة الوطنية للتعدين والمراقبة الجنرال عبد الكريم شرف الدين محمد لرئيس الجمهورية إجراءات منح تصاريح التنقيب عن الذهب وإجراءات تحصيل الضرائب للخزينة العامة وبفضل الشركة الوطنية للتعدين والمراقبة صار الوضع مختلفا وباتت ممارسة نشاط التنقيب عن الذهب أكثر رسمية وريحية مانا زيب دي الباق ده نورمان مره ده يصال هناك ترزر ده برضو بتا سنوية ده 4 جرام وده جرامين اصل اندي كارت دبي وقول لك انت مثلا اندك امال كم مثلا اندي امال 20 اندي 40 اندي 30 اي زي تلق زينا انه انسان في بير ما معروف حادث في شارع ما معروف لو وقع يعرفوا من العامل شغال في شركة كذا معافلام كذا كذا يعرفوا كما انه ورقة نعرف جاي منها شي ما فيه ومشاكل برضو هاجب الآن الحمد لله طلع شواري وكل شيء انا ايزه المعروف فلان مان طلع فلان ولا اقول من يم فلان ده كله معرفته تحول ايجابي ملحوظ شهدته منطقة كوريبوري 35 عقب مرور عام واحد على تلك القرارات الحازمة وبشهادة المتواجدين فيها من الشاديين والاجانب فانها في تدور حثيث بفضل نشاط التنقيب المنظم عن الذهب والانشطة الاخرى التجارية المهنية والصحية المصاحبة ما يجعلها تشق طريقها لتتحول من مجرد موقع للتنقيب عن الذهب الى مدينة